كشفت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصير في وزيرة السياحة أن الوزارة بدأت مؤخرا العمل على تحديث دليل تصنيف المنشآت السياحية بما يتماشى مع تطورات صناعة السياحة في مملكة البحرين والمنطقة والعالم نعم جاء ذلك خلال اجتماع لسعادتها مع عدد من أصحاب منشآت القطاع السياحي الخاص وضحت السيرفي خلال الاجتماع أن فريق عمل متخصص في الوزارة يعكف حاليا على إعادة سياغة معايير تصنيف المنشآت السياحية لتكون أكثر مرونة واستيعابا لتنوع القطاع السياحي رحبت السيرفي بجميع مرئيات أصحاب منشآت القطاع السياحي الخاص تمهيدا لإدراج المناسب منها بما يتماشى مع استراتيجية مملكة البحرين السياحية 2022-2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي وأحثت الوزيرة السيرفي منشآت القطاع السياحي الخاص على الإصراع في مسيرتهم نحو التحول الرقمي مشيرة إلى أن تقنية المعلومات باتت رقنا أساسيا من أركان صناعة السياحة هذا وقد استمعت الوزيرة خلال الاجتماع إلى المداخلات والاقتراحات التي تقدم بها المشاركون بما في ذلك جذب المزيد من السفن السياحية الكروز وتوفير المزيد من التسهيلات أمام المستثمرين في هذا القطاع الحيوي ترجمة نانسي قنقر